النيل بيعود من جديد بعد فترة كانت توقف مش قليلة بتهيألي كمان دولي طويلة لأكتر من شهر بسبب بطولتنا كاس الأمم طبعا الأفريقية عندنا ثقة كبيرة جدا عودت أكيد المتعة والإثارة هنسميه بقى الإيجيبشن ليج أكيد بشكل أكبر خاصة بعد انتهاء هنا بتتكلم موسم الانتقلات المركاتو الشوتوي واللي حصل فيه برضو هتقول تدعامات مش كتيرة بس كانت تدعامات قوية ومكثفة من الاندية بحوالي 97 صفقة استعدادا هنا لاستئناف بقى المباريات واللي منتوقع الصفقات دي تعود ثمارها يا كريم يا صيح مش صفقات انت بتضم أسماءه خلاص ما هي قصة يعني قاعدك تفاكر انت في الموسم مش دال لقبليه لما كنا بنسمع عن صفقات لأدية بـ 13 و 1 و 21 يعني انت بتغير الفرقة كلها اللي فاكر نحصل مع أسوال وكتير كتير وحتى سموحة كان عنده يعني فيه أندية كبيرة كان عندها صفقات كتيرة جدا فالسؤال تاني هل هو بالعدد أم بالكواليتي بالجودة فالقصة كلها ان احنا عايزين نشوف حتى وان كانت صفقتين بس على الأرض شغالين انت عندك انشغال دلوقتي لما بنرجع نقول الكبار طبعا الاهلي وزمالك بخون منافسات دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية عشان طبعا هنا الانقضاط بقى على قمة جدول الترتيب تاع دوري النيل عندك رصيد 19 نقطة لكل منهم بيتربع زاد على القمة وده برضو غريب بس حالة يعني غريب بس فيه حاجات تبقى غريبة بس حلوة طبعا يعني فكرة ان أنا نادي ويطلق عليها نادي الشركات بعد كده بصعد الدوري الممتاز بعد مجهود كان رائع وصفقات جيدة وترجم ده بفكرة ان انت بتروح وبتصعد ليه الدوري الممتاز ودلوقتي انت متربع القمة بس طبعا انت متربع القمة هنرجع نقول تاني مع احترامي لان احنا كنا منشغلين ببطولات اخر هنبنعود مرة تانية لحضراتكم واكيد الفارق هيبقى واصل او يعني باين جدا عندك بعد زاد ام بي في المركز التاني الاتحاد السكندري في المركز التالت براسية 18 نقطة بيريمتز في المركز الرابع براسية 17 نقطة هرجع اقول تاني الاهلي قبل فترة التوقف الدولي كان في المركز التامن بسبب انشغاله طبعا بمنافسات كاس العالم الاندية وبعد كده كاس السوبر وده يعني ادى لتأجيل طبعا عدة مباراة زي ما احنا تابعنا به الدوري للاهلي ملعبناش في الموسم غير 6 مباريات براسية 14 نقطة وخدوا بالحضراتكم برضو من حاجة الاهلي هو الوحيد اللي لم يطلقى اي هزيمة حتى الان في الدوري بتاعنا ومجرد بإذن الله ما يستاني في المباريات المحلية هنرجع للصدارة دي ما فيهاش شك يعني دي حاجة احنا متأكدين منها مع احترامنا لكل المنافسين ومع احترامنا طبعا تاني هرجع اقول وتقدرنا ليه المجهود الجميل الواضح لبعضها بالاندية وتحديدا هقول الاندية اللي صعدت مؤخرا ليه الدوري الممتاز المجهود يا كريم في حد ذاته لازم يكون ليه كرادت لازم يتقدر ده وده اللي احنا بنقوله في الأول وفي الأخر انت كنادي أهلي دايما المتربع على القمة بتاريخك وبرصيد كمان أرقامك وبطولاتك لكن في الأول وفي الأخر انا مش عايز اكون زي الدوري الفرنسي مفيش غير بي اس جي باريس سان جرمان والباقي مفيش مقارنة بالعكس انا عايز افوز بس عايز افوز بالصعوبة بالمناسبة بس افوز في الأخر بس حس فيه منافسة حس فيه كورة حس فيه تطوير للاندية المختلفة يا كريم اثارت النادي الأهلي لكن ان شاء الله اكيد يعني العودة للصدارة من جديد الفترة اللي جاية بإذن الله لان الصدارة هي المقر الدائم للنادي الأهلي بطبعات الحال وفكرة ان المنافسة مش بقدينا أفحدت مش بقدينا والله لكن فكرة ان المنافسة تشتد بين الاندية وفكرة ان فعلا نشوف اندية ما بين صعادة اندية شركات اندية جماهرية ويا سلام بقى الاندية جماهرية لما ترجع كمال لسه صحيح حدوطة تانية وحيبقى طعم الدوري مختلف مليون في مياه صحيح عودة للماضي الجميل كبتي اي ماتش في الدوري زماني ناوان هو ماتش حلو ايا كان من الفرقتين لكن ان شاء الله يعني تعود هذه الايام مرة تانية كمان النادي الأهلي داخل بقى على معترك بالمعنى الحرف للكلمة الفترة اللي جاية ان شاء الله حيكون فيه مطحنة يعني فيه لقاءات مكثفة للنادي الأهلي ان شاء الله الفترة اللي جاية سواء فيه دوري النيل او دوري ابطال افريقيا الموضوع هيبقى يعني ايه رايح جاي شوية دوري وشوية افريقيا